طبعا الآية الأولى اللي قرأتها أنا عم بحاول أرجع كمان ولدنا ثانية لرجاء حي واسمح لي في كورونتوس الأولى إصحاح 15 واحدة من الآيات المهمة جدا 15 آية 19 إن كان لنا في هذه الحياة فقط 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 رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس وطبعا هون برجع للفكرة الأولى اللي أنت اتكلمتها يعني لو لم يكن المسيح قد قام وهنا طبعا بكورونتوس الأولى 15 بولوس بيشرح بإسهاب عن هذا الموضوع تماما بقول باطل إيماننا باطل كرازتنا نحن بعد في خطيانا لكن الآن قد قام المسيح وصار باكورة الراقدين يعني وهون بيتكلم يعني إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح يعني ما لناشت رجاء في الحياة الأخرى أبدية صح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة يعني السند الضمان التأكيد الأساس حجر الزاوية هي قيامة يسوع المسيح صحيح يعني لاحظ حتى التلميذ مش عم بيكرزوا بطفولة يسوع أو حتى تعاليم يسوع أو معجزات يسوع أو حتى حياته بقيامة يسوع بقيامة يسوع فهو المحور المحورية في المسيح إلهنا حي له كل المجن فطريق القيامة أخي المشاهد طريق القيامة هو الإيمان أن نؤمن لأن الإنجيل يتلخص بأي وحدة بس شو هي رح أقل لك شو هي أخي المشاهد المسيح مات ودفن وقام هيدا الإنجيل كله فأنت تدفن مع المسيح بخطياك لك المجد يا رب تموت عن الذنوب كلنا لأننا لسنا تحت النموذ تحت الشريعة بل تحت النعمة الخطيئة لن تسودكم رب يعطيك قوة الروح القدس ملء الروح القدس ولادة الروح القدس مسحة الروح القدس فتصبح ابنا لله ومن هذا المنظور الكتابي الحق الإلهي الذي ليس فيه تغيير دوران لا يعدل على الإطلاق ولا يتغير ولا يتبدل هو قائم إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين فحتى تصال للقيامة ينبغي أن تؤمن لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه أنا بدأ أعطيك إضاح بسيط خيّل حبيب نظامية الكون كيف الأجرام السماوية التي تسبح بالفضاء الخارجي الأمر عطارت زحّل كل نظامية الكون انتبه في صباح وفي مساء ولا يوم ما بيكون في صباح ولا يوم ما بيكون في مساء خيّل حبيب هيدا بدل على أن هناك خالق خلق الكائنات والأكوان وجبل الإنسان وأنت إنسان تحتاج إلى الله يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى خالقها الذي أعطاها يليتك بعيد الخيامة هذا العيد المجيد الذي فيه أهنة جميع أحبائنا الأرتودوكس في كل أقطار العالم بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات أن تقبل يسوع مخلصا شخصيا لحياتك وستفرح كما قرأنا بفرح مجيد لا ينطق به اشتركوا في القناة